اشتركوا في القناة مرحبا وسهلا فيكم في قناتي اذا ما عملتوا سبسكرايب اعملوا الان فعلوا جرس التنبيهات واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقة والفيديوهات الجاي ويلا نروح مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع اليوم بنا نحكي عن موضوع شوية محزن بس مهم جدا وانا في عدة فيديوهات حكيت يا جماعة انتبه انتبه يا رب انتبه لولادكم انتبه لعيالكم للأسف انتشر في الفترة الاخيرة اسم دواء على انه بحجة انه هذا الدواء هو علاج وهناك يوتيوبرز طلعوا اه يعملوا حالهم انه هم اللي اكتشفوا الدواء او عرفوا سر هذا الدواء يا جماعة اه يعني مش بس اليوتيوبرز حتى الميديا عملت بيقبلبل على هذا الدواء والميديا والاخبار والسوشيل ميديا وحتى السياسيين المشكلة وانا حكيتها اكثر من مرة انتبهوا يا جماعة مما يصدر من الميديا شرب اي دواء بدون وصف طبية وبدون استشارة طبية قد يؤدي للمهلكة وهذه حكيتها الف مرة للأسف بعد ما انتشر احد الفيديوهات ارفف الصيديليات في الاردن اختفت من هذا الدواء اختفت نهائيا يا جماعة بس اشرح لكم بسيطا بديش احكي اسم الدواء هذا الدواء موجود منذ ستين سنة او سبعين سنة بعالج امراض كلكوا عرفتوا عنها مناش نحكي عنها لكن المضار لهذا الدواء الـ اللي ما حد حكي لكم عنه انه بأثر كتير على القلب وبأثر كتير على الجهاز المناعة تبع الجسم وبأثر على الكلة فيا جماعة انتبهوا 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 الدواء تم توثيقه على ان يستخدم كطريقة طريقة لعلاج المرضى لعمل دراسة اللي استخدم عليهم في اخر دراسة تلاتين واحد يا جماعة تلاتين واحد من هلأ حوالي خمسمائة ألف أربعمائة ألف مريض مش رقم مش رقم انهم تعالجوا والصين استخدمت ست بروتوكولات لهذا الدواء الان في دول يس حطت بروتوكولات بس مش معناها انه نستخدم هذا الدواء على الطالعة والنازدة اذا معنا رشح نستخدم هذا الدواء هذا الدواء قد ينفع وقد لا ينفع يعني لسه هو في قيد الدراسة نعم اثبت انه كويس بس اذا انت مش بالمستشفى او مش موجود عند الدكتور ومش عارف الدكتور وضعك ما تشرب هذا الدواء واللي شرعه ارجوك ارجوك اعمل في دونيشن للمستشفى لانهم هم بحاجة اله لازم ينعطى يعني ترامب طلع برضو مصرح عن هذا الموضوع ومبارح يعني سمعت خبر صادم انه في واحد في اريزونا هو مرته شربوا هذا الدواء الرجل توفى لانه اجتوا اجتوا سرعة في نبضات القلب وتوفى زوجته بقيت على قيد الحياة والان هي بتتهم ترامب انه هو اللي قتلهم لانه هو اللي حط هذا النيوز انتبهوا يا جماعة احنا ما حنقدر نوقف كل واحد بس احنا ممكن نوقف انفسنا ما تعطوا هذا الدواء لأولادكم ما تاخدوا انتو هذا بس للحالات الصعبة اللي موجودة في المستشفى واللي ممكن الأطباء يشوفوا انه ما عندها مشاكل ثانية صحية ويقدروا يساعدوهم هذا الشخص اللي توفى برقبة مين؟ هذا الشخص اللي مات مين سيحاسب عن قتله؟ يس هو اخطأ هو اخطأ باخذ الدواء بس كم واحد منكو اخطأ؟ كم واحد منكو راح وشرى هذا الدواء؟ فارجوكو رجاء لا تسمعوا ولا حتى من البوليتيشنز يس لما بعلنوا عن شغلة زي هيك لكي ترتفع مع نويات الناس ليس لكي تروح تشتري الدواء وتحطه عندك وتبدأ تشرب فيه هذا الدواء له مشاكل صحية وإله تأثيرات جانبية لازم تنتبهوا منها وللأسف كل اللي حكوا عن هذا الدواء ولا حدا حكى عن التأثيرات الجانبية له فانتبهوا انتبهوا انتبهوا يا جماعة انتبهوا يا جماعة خاصة اطفالكو ما تعطوهم اياه الكبار بالسن لانه اضراره كتير قوية على القلب انتبهوا يا جماعة تحذير هذا من حبي اكثر من مرة حكيتها انتبهوا من اللي بحكي لكم الشغل الفلانية علاج والشغل الفلانية علاج حتى الاطباء هون بقول لك احنا الابحاث لسه قليلة ما بنقدر نحكي انه هذا 100% الابحاث هاي بدأت من ايام السارس في 2002 الحمد لله السارس اختفى فما ادروا يكملوا الابحاث فهاي كل القصة يعني هو مش انه جديد والصين بتستخدموا لها من ثلاث اشهر وللعلم الصين ما لحد هلا ما حكت انه هذا البروتوكول الوحيد استخدمت خمس ادوية او اربع ادوية على علمي او اربع طرق للعلاج ثلاث ادوية وطريقة ثانية للعلاج فالموضوع فالموضوع مش موضوع انه خلص والله واحد طلع وقال هذا مسموح التجريب على البشر انه هذا هو العلاج فانتبه يا جماع انتبه 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 يعني مش لازم واحد يموت في دولنا العربية عشان نقدر نطلعون يحكي مش لازم السلام عليكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد جميع براية خيار انتبه 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 انتبه